من ظن المشاريع التي كان يتحدث بها رئيس الوزراء قابل أن يصبح رئيس الوزراء أنه يعمل على تخفيض رواتب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاثة والسنة ونصف إذا رئيس الوزراء أن يعمل هذا المشروع كان يتحدث بالأرقام هاي راح توفرنا هلقيد وتودين هلقيد اليوم قوم صار رئيس الوزراء بالتأكيد ما يريد يسوي ضغوطات عليه وسهل يريد يسوي عدوات وبالتالي المجاملة على حساب ماذا؟ على حساب المنجز أنت من تريد صالف العالية بعيدا هلسا ما أريد أن تصالف تدري حتى المشاريع اليوم الشيء الوحيد اللي خابصين الأمة هاي جوش الألكترونية والأموال التي ترصد للمواقع والبيجات والشخصيات يعني قول كتاب تصرف الحكومة على المواقع والبيجات طبعا 650 مليون شهريا 650 مليون شهريا؟ هذا محمد كتاب سرب من هيئة كتاب من مكتب رئيس الزراء إلى هيئة البث والاتصال أين تنصره في 650؟ قصدك هاي الوثيقة اللي سربت قبل تدري؟ واضح واضح طبعا يعني هسا بالنتيجة خواضية واضحة يعني بس مشاريع ماكوعد حكومة السوداني؟ خلي نسأل بالمشاريع تعرف يعني أكثر من 70% من المشاريع هي مشاريع متلكة يتم إكمالها بفضل قانون الأمن الغذائي؟ نفذها لو ما نفذها السودان بس لا تقل له شو يعني أنا مستجفى 70% كامل تجي 30% تعتبره منجزة علي؟ ليش من منجزة؟ للشخص اللي بده بهذا العمل والكثير من الأعمال اللي موجودة والله دعتك فقط قص الشريط اشتركوا في القناة